خلال النسخة الثانية من اليوم الوطني للميكاترونيك للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيترة تحت شعار نموذج جديد لتكوين المهندسين من أجل نموذج صناعي جرى التأكيد على أن السيادة الصناعية رهان استراتيجي رئيسي للمغرب الصناعة المغربية تتكون من 54 نظاماً إيكولوجياً صناعياً حيث تحتل السيارات والطياران مكانة مهمة وبفضل الكفاءات المغربية أضحت صناعة السيارات أو القطاع مصدر بالمغرب مع 700 ألف سيارة من حيث القدرة الإنتاجية وأكثر من 250 شركة سيارات مستقرة بالمغرب وإنتاج أكثر من 400 ألف سيارة سنة 2021 نظراً للقرب من المنطقة الحرة المخصصة لصناعة السيارات تنخرط المدرسة بشكل كلي في هذا القطاع كما أن هذا القطاع يجدب العديد من المستثمرين ويثير اهتمام طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية راقاً التنظيم الجيد لهذا الحدث من طرف الطلبة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بيرق نيترا تقدم المساعدة في إعداد وتنفيذ النماذج الأولية للمشاريع التي يتم عرضها بهذه المناسبة هذه النسخة ترم تعريف الطلبة من خلال ورشة عمل في الصناعة عموماً والميكاترونيك تحديداً وتمكن الأعضاء من تطبيق وتقديم مشاريعه من المنجزة أمام حضور مختلط في الميدان ترجمة نانسي قنقر